مش بنقول المواطن لا سمح الله انه مش بتحمل المواطن بيتحمل لكن مش بنقول كمان انه الدولة مؤسرة لا سمح الله الدولة بتتحرك لكن ربما هذي التحركات فيه مصارات محتاجة تعديل فيه موضوع السيطرة على الانفلاتات السعرية هناك انفلات سعري غير مبرر بالمناسبة في كل السلع مش البيض والرز اي حاجة تروح تشتريها يقولك امبرخب بسعر ونرده بسعر ليه ليه يعني يعني اعزفهم انا راح اشتري نفس الحاجة النهاردة يقول لي بخمسة جنيه بكرة روح يقول لي بسبعة جنيه يا عم يقول لي الدنيا غيلة الدنيا يتميل لي غيلة هو لو لايه حد يديره على دماغه مش هيعمل كده اصلا لو لايه حد يقف له مش هيعمل كده اصلا هي دي القصة طب احنا نعمل ايه نروح نقف يعني الدولة تجيب عسكري ولا تجيب حد يقف على كل مكان انا معرفش مش شغلتي اني اعرف كيف هيتم السيطرة على الاسعار معرفش مش شغلتي برضو كيف يتم السيطرة على الاسواق كيف يتم الرقابة الفعالة على الاسواق اكيد فيه ناس خبرة بيعرفوا ازاي يتم هذا العمل لكن ما اراه انه بروح السيطرة لي انا بروح السيطرة لي بقول له اديني قطرة انا ده حصل نار القطرة دي واخدها اول مبارح النهاردة زاد سعرها ياعم ليه وانا بقيت ابص في الاسعار كنت الاول ادينه وما بصش الاقي الحاجة زادت بشكل مبالغ فيه جدا ليه ياعم يقول لي والله هو كده واللي بيكون قدامك اللي بيبيع قدامك مالوش زنب لانه راجل موظف غلبان هو كمان فمين هو التعليمات جاي لنا او الاسعار جاي لنا استنى ما شوف الميل النهاردة بيقول ايه ايه يا جماعة في حاجة في القصة دي غلط في حاجة في ضبط الاسعار يا جماعة تاني ما تحملوش الدولة والمشروع الوطني نفسه كل هدي الاعباء اللي بيحصل النهاردة فيه التضخم وارتفاعات الاسعار غير المبررة ده بيمثل في تقديري المتواضع عبق على المشروع الوطني انا عايز احرر المشروع الوطني من هذه الثغرات يا جماعة فيه ماضية بتحاول تعرق للدول انا قلت مبارح وهو قول النهاردة واجر على الله انا شايف ان المشروع الوطني اللي بيقوده الرئيس السيسي والله 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 ليست هذه الكلمات الا كلمات مجردة من اجل هذا الوطن بقول تاني مش واحد طماع بيرفع السعر عشان يستفيد عادي بيحصل في كل الازمنة والعصور وكل البيوت بيحصل واحد طماع عادي جدا لكن ان يكون هذا الطمع بشكل جمعي في السوق يصل للجشع في السوق كله كل الاسعار لكل السلع لكل المنتجات دون رابط دون ضابط ده اعتقد انا لاني عندي حسة بقول انه وكأن فيه مؤامرة لتحجيم المشروع الوطني مصر وكأن فيه حاجة غير غير متطق عليها انه احنا عايزين نواقع الدولة دي يا جماعة فيه انا مش متداي ان السعر مرتفع والاسعار والناس يا سيدي ما الناس ممكن تاخد بدائل وغيره والناس بتحمل نربط على بطننا وتمشي الدني لكن ان يكون ده ده حقيقي مش مفتعل انا شايف ان ارتفاعات اسعار مفتعلة ارى ان هناك افتعالا مقصودا ربما مخططا ربما يكون مخططا انا معرفش من مين بس انا حد شوفي حد علمي حد فهمي على قدي انه لا اللي بيحصل تلاقي كل حاجة زادت يا رجل تروح تشتري من اول ما تشري حاجات اي تي او كمبيوتر او تليفونات او اتصالات يقول لك لا مش عارف ده البفاقر الالكترونية مش عارف ايه والكله غيلي تشتري مج يقول لك تشتري ندارة تشتري اكل تشتري حزمة فجل يا جماعة في ايه هو كله هو الاكل اللي بدايق الناس بيغلوه وعشان يدايقوا الناس طب احنا هو في حد في حد يعمل خطة ان الناس تدايق هل هناك خطة لاحداث ضجيج مجتمعي هل هناك خطة لاحداث حالة من الغضب المجتمعي هل هناك خطة لاحداث حالة من فقدان الامل هل هناك خطة لاحداث خلخلة وشائعات حول المشروع الوطني يا جماعة ارى امامي مشروعا وطنيا مصريا خالصا مخلصا قد يغير الحال الى حال اخر وينقلنا نقلة نوعية هائلة في طريق اصلاحي حقيقي فقد نهن زمان نحافظ عليه